ما هي أفضل طريقة لعلاج الوساوس الشركية والشك بالله تبارك وتعالى؟ وماذا تفعل إذا شعرت بضعف الإيمان وقلة الإيمان؟ وكيف تتخلص من الشك بقدرة الله تبارك وتعالى؟ حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة هذه أسئلة تتكرر كثيرا بخاصة في العصر الحديث بعدما انتشرت الكثير من المقاطع الإلحادية نجد بعض الشباب بدأ يشك بوجود الله بعضهم يعيش في صراع بين الإيمان والكفر لأن في داخله نداء يقول لا إله إلا الله ويقول الله خالق كل شيء وهناك وهم يعاني منه أو وسواس يعاني منه يقول له كيف يرضى الله عن الظلم ألا ترى هذه الدماء التي تسيل في كل مكان ألا ترى آلاف الأطفال يقتلون ألا ترى الفقر والجوع كيف يرضى الله عن ذلك فمن هنا يبدأ الشيطان يقوم بعمله في تشكيك الناس بدين الله سبحانه وتعالى طيب ما هو الحل؟ أول شيء يجب أن تعلمه أخي الحبيب أن أي شك أو وسواس سببه قلة المعلومات لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمكن من العالم يتمكن من الجاهل لذلك عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد يعني ألف شخص يعبدون الله على جهل هو عابد يركع ويسجد ويقرأ القرآن ولكن لا يفقه شيئا الشيطان من السهل أن يتسلل إلى هذا العابد أن يشككه في دينه فألف عابد أسهل على الشيطان من عالم واحد لأن العالم عارف معنى البلاء عارف لماذا هذا الظلم يكثر عارف أن الدنيا دار ابتلاء عارف أن هناك إلها حكيما عليما يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون العلم بالقرآن أخي الحبيب من أهم أنواع العلوم على الإطلاق لا تقل لعلم الذرة والفلك والفضاء لا علم القرآن لأن القرآن أول شيء يعرفك لماذا أنت موجود في هذه الدنيا القرآن يعرفك على كل مشاكل الدنيا كيف تعالجها بسهولة كيف تعالج الأمراض والابتلاءات والهموم بالرضى بقضاء الله بالصبر يعرفك ماذا ينتظرك بعد الموت حتى الآن كل العلوم الحديثة وكتب ملايين الكتب العلمية في علم الفلك والأرض والجبال والبحار والفضاء والعلم النفس لا يوجد كتاب واحد يخبرك ما الذي يحدث بعد الموت ماذا ينتظرني أنا كإنسان بعد أن أموت كل هذه الكتب تركز على أشياء مادية نراها بأعيننا فقط ولكن أنا أنا عبارة عن روح لست فقط ذرات مادية ملموسة لا أنا أريد أن أعلم ماذا ينتظرني بعد الموت ولماذا وجدت في الدنيا ولماذا أرى هذا الظلم أمامي في هذه الدنيا من هنا أخي الحبيب القرآن يعرفك بأسرار الحياة وأسرار ما بعد الموت وبالتالي لا يستطيع الشيطان أن يشككك في أي شيء معظم من لديه شك بالله سبحانه وتعالى أو وساوس شركية بل كلهم ليس لديهم علم بالقرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يستطيع الشيطان أن يقترب منهم أي شك تعاني منه اعلم أن وراءه شيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان وشركه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وشركه ما هو هدف الشيطان أن يجعلك تشك بالله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وبالتالي يمكن أن تجد إنسان يقرأ القرآن ليلة نهارا ويصلي ويصوم ولكن لا يفهم معاني هذه الآيات يفهمها فهما سطحيا القرآن هنا انظر أخي الحبيب لم يقل أفلا يقرؤون القرآن أفلا يحفظون القرآن أفلا يسمعون القرآن أفلا يرددون القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن يتدبرون الحل هو التدبر علاج الوساوس الشركية هو التدبر لماذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا سبحان الله طيب ما هو هدف هذه الآية لماذا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما هو السبب الشك هذه الاختلافات التي نعاني منها متى يبدأ الإنسان في الوسواس رحلة الوساوس عندما تحدث في دماغه تناقضات اختلافات طيب كيف أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو رحيم وعادل وكيف يرضى عن الظلم طبعا الله لا يرضى عن الظلم ولكن يؤخرهم طيب لماذا ضيق الله رزقي وأنا أدعوه ليلة النهارة لا يستجب لي ظاهريا أنا أتحدث بلسان من يشك بينما ذلك الملحد ينزل عليه الرزق المطر إذن أين الله هذه الوساوس التي يدخلها الشيطان في دماغك الاختلافات طيب ما هو الحل التدبر لأن التدبر يزيل هذه الاختلافات ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذن التناقضات التي في دماغك أحدثت لك هذا الشك والوساوس سببها الشيطان الحل هو التدبر كل قضية تعاني منها يجب أن تبسطها أولا وتجزئ هذه الأفكار الشركية في دماغك أو هذه الوساوس تحاول أن تجلس وتكتب على ورقة وقلم يعني هذه طريقة علمية على فكرة علماء النفس ينصحون بها افتح ورقة اكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره ما هي أقوى فكرة تسيطر عليك مثلا هي هذه الفكرة ماذا يقول القرآن عن هذه الفكرة كثرة الظلم على الأرض هل هو دليل على عدم وجود الله طبعا لا المشكك أدخل في دماغك هذه الفكرة ليقنعك بأن الله غير موجود طيب أنا كيف أفهم هذا الكلام يجب أن أعود للقرآن يجب أن أبحث فعندما أقرأ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأمصار وأقرأ بالمقابل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب انظر معي أخي الحبيب فهذه الآية الأولى أخبرتني أن الله غير غافل عن هؤلاء ولكن يؤخرهم يمهلهم الضحية وهو الذي ظلم إذا صبر وشكر ورضي بقضاء الله جزاؤه الجنة بينما هذا مصيره إلى النار فإذن هنا عندما تخلصت من هذا التناقض وهذه الاختلافات وأيقنت أن كل شيء بيد الله والخير والشر كل شيء بيد الله طبعا الله لا يريد لي الشر ولكن لا يحدث شيء إلا بأمره عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إذن الضر الله يمسني بالضر نعم ليبتليني ويختبر قوة إيماني حتى الوساوس هذه هي ابتلاء من الله يجب أن تنظر لهذا الوسواس أنه ابتلاء من الله ليختبر قوة صبرك وإيمانك بشرط أن تقول الحمد لله وتعلم شيء مهم أخي الحبيب أن الله عز وجل لا يحاسب العبد على شيء سيطر عليه لا يستطيع أن يتخلص منه خارج عن إرادته الإنسان المضطر يعني في القرآن آية عظيمة يقول لك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مدام قلبك يقول يا رب مدام تسأل الله الخير مدام تتبرأ من هذه الأفكار والوساوس التي تأتيك إذن أنت على خير وعلم أن الله سيهديك ولكن هذه الفترة هي فترة اختبار من الله وابتلاء ليختبرك هل تذهب في طريق الشرك والإلحاد أم أنك تصبر على ذلك بنفس الوقت لا تترك نفسك في هذه الشكوك وتقول الله لن يحاسبني لا لأن كثرة الشكوك تهلك الإنسان وقد ينحرف في طريق الإلحاد ولا ياذب الله لابد أن ترجع للقرآن كما قلنا رقم المشاكل التي تعاني منها والوساوس المشكلة الأولى كذا المشكلة الثانية على سبيل المثال قد تأتيك أي فكرة لا نريد أن نحدد لأن الأفكار الوسواسية والشركية كثيرة جدا أي فكرة تأتيك سجلها وابحث في القرآن أو عن طريق الإنترنت ابحث ماذا قال العلماء عنها ابحث عن تفسير لآيات توضح لك حقيقة هذا الشك مثلا قد تخطر في بالك فكرة أن القرآن فيه خطأ علمي أو أخطاء علمية ابحث وستجد الحل لا تترك نفسك هكذا ستجد أن القرآن الكريم مطابق للحقائق العلمية مثلا نظرية التطور هل هي حقيقة علمية؟ لا هي مجرد نظرية أو فرضية حتى ولا يمكن أن تصبح حقيقة علمية لأنها تناقض القرآن والقرآن فيه الحقيقة المطلقة وبالتالي أخي الحبيب خطوات التخلص من هذا الوسواس الشركي أن تعلم أنه ابتلاء من الله رقم واحد هذا يعينك على الصبر أن تعلم أن الله ابتلاك به ليرفع درجتك عنده ويختبر قوة إيمانك هل تنحرك باتجاه الإلحاد أب لا الشيء الثالث أن تتدبر القرآن وتحاول أن تجد حلا لكل فكرة مدوم تدور حول الفكرة لن تصل إلى حل لا أكتب هذه الفكرة وبسط الأفكار التي تأتيك وجزئها إلى خطوات أو إلى فقرات وكل واحدة ابحث لها عن حل في هذه الحالة ستجد أن الأمور بدأت تهدأ وبدأت تتخلص من الشيطان هذه الخطوات المنطقية هناك خطوات من القرآن الكريم تعمق في القرآن الكريم بشكل عام افتح أي صورة وبدأ بالتعمق فيها تفسير وتدبر وتفكر وخشوع خطوة أخرى أيضا يمكن أن تقوم بها وهي أن تقرأ عن أساليب الشيطان كيف يدخل الشيطان للمؤمن ويوسوس له لتحذره طبعا كل هذا ذكره القرآن على فكرة خطوة أخيرة أيضا يمكن أن تقوم بها أنك بينك وبين الله تدعو الدعاء الدعاء أخي الحبيب الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أيضا هناك قضية مهمة وهي التوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله أخي الحبيب هو أقوى علاج للوساوس لأن الشيطان يسيطر على من لا يتوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون ما معنى التوكل على الله أن تسلم الأمر لله قل يا رب أنا سلمتك هذا الأمر وأنت تفعل ما تشاء في هذه الحالة يجب أن تعتقد أن كل شيء مكتوب لأن الوساوس هذه أخي الحبيب ما الذي تحدثه في دماغك وأنت تفكر فيها تحاول أن تغير ولا تستطيع ولا تعلم أين الخير من الشر تقول هل هذا الأمر جيد أم سيء طيب هل هو صحيح أو غير صحيح وتبدأ دائرة الوساوس سلم الأمر لله قل أنا سأسلم هذه الفكرة لله هو الذي يحكم هو الذي يحدد وهو يختار لي ما يشاء هناك أيضا الاستخارة مهمة بالنسبة لمن يعاني من وساوس عندما يهم بعمل فلا يعلم هذا العمل فيه خير أم شر فتجده متردد ويعاني من هذه الوساوس استخر الله دائما في كل حالاتك صلي ركعتين وادعوا الله دعاء الاستخارة وملخص دعاء الاستخارة أنك تقول يا رب إن كان هذا الأمر خيرا لي فيسر لي إن كان شرا لي فاصرفه عني هذا ملخص وبالتالي هنا أنت خففت الحمل عن رأسك الهم الذي كان يشغلك وضعته بين يدي الله سبحانه وتعالى وبالتالي في هذه الحالة أنت أرتحت حتى علميا هذا الكلام الصحيح حسب علم النفس يقول لك إلجأ إلى فلان أعرض مشكلتك على فلان وسلمه هذا الأمر وهو يتولى هذه المشكلة لترتاح لأن الإنسان إذا ثقلت في رأسه الهموم دون أن يجد لها حلا وتدخل الشيطان ووسوس له لماذا فعلت كذا لماذا لم تفعل كذا وهنا أيضا حديث مهم ينبغي أن نتذكره حديث نبوي عندما قال فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني إياك أيها الإنسان أن تقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا هذا أحد مداخل الوسوس أيضا والشكوك لا تقول ذلك قل قدر الله وما شاء فعله تجد أن قلبك يبرد تعرضت لمشكلة معينة ووجدت نفسك أنك لم تتخذ القرار الصحيح وبدأت الوسوس قل قدر الله وما شاء فعله لأن كلمة لو هذه لو فعلت كذا لو قلت كذا لو أنني عملت كذا لو تأخرت لو أنني ذهبت أو لم أذهب فإن لو تفتح عمل الشيطان وأخيرا أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يجعلنا من عباده المتوكلين إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق